من الخرطوم ينضم إلينا أحمد العربي مرسل غد أحمد اختار البشير بالمثول أمام النيابة لتحقيق في جرائم حرب دارفور هل له علاقة بالقرار أو الاتفاق الذي كان قد تم بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ كونثر يعني هذا الاختار في حد ذاته هو تطور آخر في قضية وفي ملف دارفور باعتبار أن اختار الرئيس السوداني السابق البشير بالمثول أمام النيابة العامة للاستجواف في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي السودان هذا هو تطور جديد وفق مراقبين ربما يعني يسرع عمليات التحقيق وأيضا عمليات التقاضي في هذه القضية لكن حسب المتفق عليه ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة وبتحديد الجفهة الثورية مسار دارفور أن الاتفاق بتسليم البشير وغيره من النافذين في النظام والمتورطين بجرائم حرب في إقليم دارفور سيتم عقب التوقيع النهائي يعني كان هذا اتفاق مبدئي ما بين الحركات المسلحة وما بين الحكومة السودانية اتفاق مبدئي يعقبه اتفاق نهائي ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة مسار دارفور يتم بمجيبه تسليم البشير لكن هذا الاجراء سينتظر حتى التوقيع النهائي أما عن استجواب البشير واختاره من النيابة بأنه سيتم استجوابه بجرائم خاصة بدارفور هذا يتعلق بالتحقيقات المحلية أو اللجنة الوطنية التي كونتها النيابة العامة في بلاغات متعددة وأيضا يمكن أن يساهم في المحكمة الخاصة الوطنية التي أيضا أقرها الاتفاق ما بين الحركات المسلحة أو الجبهة الثورية جراح مسار دارفور والحكومة السودانية يعني هذا ربما يحسب وفق خطوات المحكمة المحلية الخاصة أو التقاضي المحلي وفق اللجنة التي كونتها النيابة وهي تعرف باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم دارفور نعم كوثر ماذا عن التحقيق الذي مثل أمامها اليوم البشير نعم وفق موكل البشير أنه تم استجوابه في قضية فساد لقياده أيضا بيان للنيابة أكد أن البشير أيضا تم استجوابه بخصوص التصرف بأموال شركات اتصال بيع منصات اتصال خاصة بشركات اتصال هنا في السودان بالإضافة إلى علاقة عدد من النافذين بنظامه علاقتهم طبعا بالحركة الإسلامية والتي تعتبر هي الحاضنة الكبرى للأحزاب الإسلامية هنا في السودان يعني علاقة الحركة الإسلامية بعناصر إرهابية وبتميل الإرهاب يعني هذه أيضا هي قضية أخرى سيواجهها البشير وسيستجوا فيها وربما يمضي فيها التقاضي لأن يذهب البشير مجددا إلى المحكمة للتقاضي فيما يتعلق بالفساد وشبهة الثراء الحرام وتصرف في أموال الدولة هو وغيره من النافذين من نظام حكمه شكرا أحمد العربي مرسل الغد كنت معنا من الخرطوم